النهاردة تقدر تقول انه عمليا كده نحن في انتظار الخطام الفعلي والرسمي لقمة المناخ كوب 27 فشارم الشيخ والله كانت عيد رائع مش عيد بالمفهوم المهرجاني الاحتفالي لا بمفهوم الشغل بمفهوم السياسة بمفهوم الاقتصاد بمفهوم التطور ختام القمة للمؤتمر قد نخرج النهاردة اللي لادي بتوصيات ومخرجات نهائية تضمن تنفيذ العمل المناخي المشترك اللي اجتمع عليه العالم في شرم الشيخ النهاردة كان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو جوتريش حريص على التقاط الصورة التسكرية الجماعية للشباب المتطوعين والمنظمين لفاعليات هذه القمة العظيمة العالمية الولاد اللي يتقلوا بالألماز وطبعا ده بالتزامن معه اليوم الاخير في هذه القمة كما نعتقد يعني كمان منحت الامم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم القمة شهادات التأدير تكريما لهم على هذا الدور شديد الفاعلية في انجاح المؤتمر العالمي وجوتريش اتكلم عن ساعاته البالغة بنجاح العملية التنظيمية اللي قام بيها الشباب المصريين المتطوعين بجهدهم الحقيقي الكبير والعمل الجماعي حتى يخرج هذا الحدث بهذا الشكل أمام العالم تيجي تقولي الحالة كانت تحتق الرجل مش محتاج يعني هذا الرجل الأمين العام أنتوني جوتريش مش محتاج ان هو يجامل مصر ولا يجامل هؤلاء الشباب الواعدين في شيء على الإطلاق على الإطلاق أنا عايز أفكرك بما أن احنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة هو 2014 كان العالم بيبص علينا إزاي وبيتلكك إلى أي مدى ويتمنلنا أن احنا نغلط لنا أي غلطة فقطعنا الطريق على الكل عمليا ما غلطناش عمليا أكتر ورينا العالم أن احنا الصح واحنا اللي على صواب فنظرتنا لكل حاجة نظرتنا للإسلام السياسي والتطرف والتشدد ونظرتنا للوضع الاقتصادي بتاع القرى والوضع الاجتماعي والمعيشي بتاع القرى وهذا الوطن ووضع الملفات السياسية بتاعت الوطن العربي إلخ 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 الآن العالم يحتفي بمصر